السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ عبدالله عنزي معلم مادة المواطنة الرقمية وعلى لغة الإشارة أستاذ صالح العجام اليوم سوف نتحدث في درسنا الخصوصية وحماية البيانات وقبل أن نبدأ سوف نراجع الدرس السابق تحدثنا في الدرس السابق عن وسائل تطبيق الحماية من التهديدات الرقمية وعددناها وذكرنا أن من هذه الوسائل إنشاء كلمة مرور آمنة وذكرنا يجب أن تكون هذه الكلمة معقدة وطويلة ومكونة من أحرف اللغة الإنجليزية الكبيرة والصغيرة وكذلك الأرقام والرموز وذكرنا من وسائل كذلك تطبيق الحماية من التهديدات إجراء النسخ الاحتياطي للبيانات ويكون المعلومات الرقمية المحفوظة على الجهاز مثل الصور والمستندات والمقاطع المرئية وبيانات التطبيقات كذلك من الوسائل حماية تحديث أنظمة التشغيل تحديث أنظمة التشغيل ويقوم مجرم الأنترنت باختراق الأجهزة عبر الثغرات في الأنظمة والتطبيقات التي تظهر مع مرور الوقت كذلك من الوسائل ذكرنا استخدام برنامج مكافح الفيروسات على الجهاز الحاسوب تكمن أهمية هذا البرنامج في إجراء فحص دوري لكل أجزاء جهاز الحاسوب يمكن إجراء الفحص عبر طريقتين أما باستخدام البرمجية المتضمنة نظام التشغيل أو بتثبيت برمجية من برمجيات الشركات التجارية كذلك تنشيط المصادقة متعددة العوامل تنشيط المصادقة متعددة العوامل ومن المصادقة الثنائية الأكثر شهرة كذلك تحدثنا عن ماذا تفعل أثناء إصابة جهازك بالبرامج الضر ماذا تفعل لدينا أغير كلمة المرور لحساباتك في أقرب وقت إذا كان برنامج الفدية لا تستجيب له تأكد من عدم تضرر النسخة الاحتياطية افحص جهازك فكر كيف تمت إصابتك سادساً انشر توعية عن تجربة هذه الخطوات المتبعة أثناء إصابة جهازك بالبرامج الضر درسنا اليوم الخصوصية وحماية البيانات مخرجات التعلم أفرق بين معلوماتي الشخصية ومعلوماتي الخاصة أثناء استخدام شبكة الأنترنت أفرق بين معلوماتي الشخصية ومعلوماتي الخاصة أثناء استخدام شبكة الأنترنت ثانياً أتعرف على المفاهيم المتعلقة بالخصوصية ثالثا أبين أهمية حماية خصوصيتي كمواطن رقمي رابعا أكتشف أساليب طعم النقرات في إعلانات شبكة الأنترنت هذه مخرجات التعلم مصطلحات التي سوف ترد في الدرس من هذه المصطلحات لدينا مصطلح المعلومات الشخصية المعلومات الخاصة والتعقب عبر الأنترنت والخصوصية وكذلك الإعلان الموجه وملفات الارتباط وكذلك فجوة الفضول وكذلك سياسة الخصوصية وحماية البيانات وشروط الخدمات وتشفير البيانات وطعم النقرات وطعم النقرات هذه مصطلحات سوف ترد خلال الدرس تهيوة لدينا قصة وأدد من الأسئلة شاهد خالد خالد أثناء زيارته مع زملاء مدرسته في الرحلة الصباحية للمؤتمر التقني العالمي لب المقام في مدينة الرياض نوعاً معروضاً من النظارة التقنية الحديثة فأعجب بهذه النظارة وعندما عاد خالد إلى المنزل بدأ بالبحث عبر شبكة الإنترنت عن هذه النظارة لمعرفة كل من رقم الإصدار مكان الصناعة السعر وبعد الانتهاء من عملية البحث رفع على حسابه وخالد عبر منصة تويتر ومنصة إنستجرام عدة صور للنظارة ليستفسر من متابعيه عنها تفاجأ في اليوم التالي عند دخول شبكة الإنترنت ظهور إعلانات لهذه النظارة في كل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت ومحركات البحث ورسائل تصله على البريد الالكتروني وأخذ في التساؤل عن هذا الوضع هل هي مصادفة أم لا؟ بعد قراءتك للنص السابق فكر في الأسئلة التالية الآتية كيف استطاعت شركات الإعلانات معرفة اهتمام خالد في النظارة؟ كيف ظهرت كل هذه الإعلانات في فترة واحدة ووقت واحد؟ كيف يتصرف خالد لو أراد أن لا يتعرض لمثل هذا الموقف مرة أخرى؟ هل تتوقع أن خالد تعرض لانتهاك الخصوصية؟ هل تؤيد أن تجمع المواقع معلوماتك عنك وتشاركها مع الآخرين؟ ولماذا؟ هل هي مهمة بالنسبة لهم؟ هذه المعلومات ولمن تقدم هذه المواقع معلوماتك التي جمعتها عنك؟ هذه قصة عن خالد وعن جهاز النظارة المعلومات الشخصية والمعلومات الخاصة يواجه كثير من مستخدمي شبكة الإنترنت عدداً كبيراً من المواقع والتطبيقات يعانون في المواقع والتطبيقات التي تطلب عملية التسجيل لتمكن خدماتها ويقف المستخدم حائراً بين المعلومات التي يطلبها مقدم الخدمة منهم ونوع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها إلا أن المواطن الرقمي يجب أن يكون واعياً للمعلومات التي يفصح عنها وأن يميز المواقع والتطبيقات التي يجب عليه إعطاءه معلوماته لها أو منعهم عنها ولهذا يجب أن يفرق بين نوعين من المعلومات المعلومات الشخصية وهذه المعلومات هي معلومات الفرد التي لا تدل على هويته بشكل مباشر وقد تنطبق على أشخاص آخرين وتعد معلومات عامة تعد هذه المعلومات عامة المعلومات الشخصية المعلومات الفرد التي لا تدل على هويته بشكل مباشر وقد تنطبق على أشخاص آخرين وتعد معلومات عامة كالهوايات الأكل المفضل نوع السيارة مدينة السكن من نوع جهاز الهاتف الذكي وغيرها هذه معلومات شخصية بينما المعلومات الخاصة تدل هي تدل على هوية الشخص بشكل مخصوص كونها فريدة له مثل الإسم الكامل عنوان المنزل رقم البطاقة المدنية وأرقام الهواتف وغيرها من معلومات التي ينفج بها صاحبها دون غيره هذه الفرق بين المعلومات الشخصية والمعلومات الخاصة نشاط بعد معرفتك الفرق بين المعلومات الشخصية والمعلومات الخاصة حلل إجاباتك في نشاط ثلاثة بتصنيف نوع المعلومات التي ذكرتها المعلومات الشخصية والخاصة وتأمل هل ستعود إلى نشرها مرة أخرى تذكر هنا بعض المعلومات الشخصية بعض المعلومات الخاصة وهنا رأيك في هذا النشاط هنأطيكم وقت للتفكير ونرجع لكم رجعنا لكم للنشاط يذكر الطالب معلومات شخصية ومعلومات خاصة ورأيه في العودة لنشر هذه المعلومات أو لا معلومات شخصية كل هوايات الأكل المفضل نوع السيارة والمعلومات الخاصة الاسم الكامل عنوان المنزل ورقم البطاقة المدنية أما رأيه في العودة على حسب نوع البيانات المطلوبة والموقع الذي طلب هذه البيانات التعامل مع الخصوصية أثناء استخدام شبكة الانترنت احترام الخصوصية هو واجب ديني وأخلاقي وهو مبادئ التي حثنا عليها الدين الإسلامي قال تعالى ولا تجسسوا تعد الخصوصية حق من حقوق الإنسان بموجب كثير من المعاهدات الدولية وتتنوع الخصوصية كالحق في عدم المراقبة والقدرة على الحفاظ على سرية الأفكار والمعتقدات والهوية والسلوك والحق في الاختيار والتحكم في متى وماذا ولماذا وأين وكيف ولمن يتم الكشف عن المعلومات الشخصية وإلى أي مدى يتم ذلك اتجهت الدراسات والأبحاث المالية ليهتبع سلوك المستخدم الرقمي لجمع المعلومات عنه يتم جمع معلومات عنه لتساعد في تطوير خدمات شركات التقنيات لزيادة طرائق الربح وزيادة العوائد المالية من هذه الخدمات جمع المعلومات ولما للتقنيات الرقمية من ضرورة في حياة الفرد اليومية أصبحت حماية الخصوصية للمستخدمين ضرورة ملحة للحد من تعدي الجهات التجارية فالخصوصية في العالم الرقمي هي حق المستخدم في حماية معلوماته ونشاطاته وتحركاته في شبكة الانترنت والتحكم في نشر معلوماته أو منعها على المواطن الرقمي معرفة كيفية حماية خصوصيته والاستفادة الكاملة من الخدمات التقنية بدون التعرض لأي من الممارسات قد ينتج عنها ضرر على نفسه أو معلوماته أو أمواله هنا التعامل مع الخصوصية أثناء استخدام شبكة الانترنت المفاهيم لدينا هنا المفاهيم المتعلقة بالخصوصية ومن هذه المفاهيم التعقب عبر الانترنت كذلك من المفاهيم شروط الخدمة شروط الخدمة لدينا كذلك فجوة الفضول هذه من المفاهيم وطعم النقرات طعم النقرات كذلك من المفاهيم متعلقة بالخصوصية ملف الارتباط لدينا الإعلان الموجه ولدينا كذلك سياسة الخصوصية هذه المفاهيم المتعلقة بالخصوصية عبر شبكة الانترنت من مفاهيم طعم النقرات طعم النقرات يستخدم البعض من مالكي المواقع والتطبيقات وشركات الإعلانات مفهوم طعم النقرات في الإعلانات إثارها الاهتمام المستخدم بجعله أكثر تشويقا وفضولا لاكتشاف ما يوجد خلف هذا الإعلان ويتم ذلك بالمبالغة في صياغة عنوان الإعلان مبالغة وحبك وحبك تصميمه ليدفع المستخدم على نقر الإعلان للتوجه إلى الهدف المقصود ويمكن الجانب الأخطر لهذه الطريقة وجود ممارسات ضارة بربط الإعلان بصفحة تحتوي على ملفات ضارة تصيب جهاز الحاسوب أو سرقة المعلومات واستغلالها في تنفيذ التصيد الاحتيالي أو جمع المعلومات لغرض بيعها لطرف ثالث كشركات الإعنات بإضافة إلى الكسب المادي بإضافة إلى الكسب المادي لعدد النقرات التي تصاحب الإعلان يجب على المواطن الرقمي أن يكون واعيا بعدم الإنجراف وراء العناوين المضللة التي تثير الفضول حتى لا يتعرض للخداء وعدم النقر على كل إعلان لا فائدة منه لمعرفة ما إذا كان الإعلان ضعما مضللا يجب الانتباه إلى كون المعلومة المعروضة واقعية أم من نسج الخيال وهل تميل هذه المعلومة إلى الغرابة وهل يصعب تصديقها في أغلب الأحيان ويوضح الشكل التالي بعضا من الأمثلة على ممارسات طعم النقرات عبر شبكة الإنترنت يقول لمعرفة ما إذا كان الإعلان طعما مضللا يجب الانتباه إلى كون المعلومة المعروضة هل هي واقعية أو من نسج الخيال وهل تميل الغرابة وهل يصعب تصديقها في أغلب الأحيان لدينا مثال لن تصدق مثال هنا لن تصدق أبدا شاهد كيف تم اصطياد الحوت بسنارة صيد صغيرة هذا من طعم النقرات كذلك شاهد مثال آخر شاهد استدام كوكب القمر بالأرض قبل خمسة آلاف عام من الأمثلة كذلك حقق الفوز في هذه اللعبة باستخدام هذه الحيلة الغريبة كذلك كثير من الناس لا يعرفون هذا السر عن المشاهير تعرف عليه بنفسك هذا من نماذج الإعلانات من نماذج هل تريد أن تكون مليونيرا في خمسة أيام اضغط هنا هذه من نماذج من إعلانات طعم النقرات لدينا نشاط بين نوع الإعلانات التي يوجد بها حالة طعم نقرات في توضيح مع توضيح السبب لدينا هنا صورة عشر أسرار لا تعرفها عن لعبة الجندي المحارب هل وجود حالة طعم نقرات نعم أو لا نعم التوضيح الإعلان غير مظلل لأن الألعاب تحمل أسرار بالعادة مع الحرص عند النقر على الإعلان الإعلان آخر هل تريد أن تكون من أكثر الناس ثراء انقر هنا هل هذا طعم نقرات أو لا لا لماذا الإعلان مظلل الإعلان مظلل وقد يحمل خلفه صفحات ضارة لأن المعلومات المكتوبة غير منطقية كذلك واصل النشاط يقول أفضل خمسة أماكن سياحية تستطيع قضاء الوقت فيها هل هو طعم نقرات أو لا نعم التوضيح الإعلان غير مظلل يوجد كثير من الصفحات التي تشير إلى أماكن سياحية مفضلة مع الحرص عند النقر على هذا الإعلان هل تريد أن تخفف من وزنك خلال أسبوع فقط اضغط وحصل على البرنامج وجود حالة طعم القرات لا توضيح الإعلان مظلل وقد يكون المقصود من حث المستخدم على النقر لجمع بياناته أو الاشتراك في البرامج الصحية فقط هذا طعم النقرات كذا أنهينا درسنا اليوم الخصوصية وحماية البيانات شكرا لكم حسن استماعكم وإنصادكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم